لقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من معالي جورجا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة واستعرض الجانبان مجالة التعاون الاقتصادي والتنموي بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية وفرصة والعمل المشترك لتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إضافة إلى التنسيق في مجال العمل المناخي في ضوء استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإيطالية بشأن تغير المناخ كوب 28 نهاية العام الحالي كما تطرق صاحب السمو رئيس الدولة ورئيسة الوزراء الإيطالية إلى عدد من المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأهمية العمل على تعزيز أسباب السلام والاستقرار والتعاون وتسوية النزاعات بالطرق السلمية في المنطقة والعالم